اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند الفقرة دي انتوا دايما متعودين معنا بتسمعوا فيها كل الجديد وكل الأخبار الحصرية والمعلومات المتعلقة سواء بالأهل أو حتى المشاركات الإفريقية خلال الفترة اللي جاية لكن عايزة أبدأ كلامي بالحديث عن الأهل خلال الفترة الحالية طبعا أنا مش هاضر أضيف أي إضافة عن كل اللي تقال خلال الأيام القليلة الماضية من كل الزملاء في قناة الأهل عن مباريات الفريق والفترة اللي جاية وإيه المطلوب من اللاعبين والجهاز الفني في الفترة اللي جاية لكن أنا كل اللي قدر أقوله أن أهم حاجة الفريق يلعب بها الفترة اللي جاية روح الفنلة الحمرة أن اقتقاط اللي غاية آخر سنية لغاية آخر صافرة لحكم في الأسبوع الأخير من الدوري العام دايما متعودين من النادي الأهلي ومعروف دايما عن النادي الأهلي أنه بيتميز بروح الفنلة بيتميز بالروح دايما والجدية والعزيمة والإصرار وأنه محدش يرمي الفوطة إلا لما يكون المطش خلص والب العكس الناس كلها بتشوف الأهلي في اللحظات الأخيرة بيقدر يعمل رومونتادة وبيقدر يكسب بطولات مش مباريات فقط لكن الجزئية التانية كمان الفترة اللي فيها الحالية على مستوى النتائج على مستوى البطولات هي ليست الأسوأ في فترات سابقة كانت في نتائج أسوأ من كده وكان في مراحل مر بيها الأهلي كانت أصعب من كده بكتير على فكرة سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي وسواء على المستويين في توقيت واحد ومش هقول التواريخ أو مش هقول السنوات الحمد لله يمكن هي سنوات قليلة مش سنوات كتيرا للأهلي الحمد لله تاريخه كبير جدا مليء بالبطولات والانتصارات لكن أنا عايز أفكر الناس برضو أن الفترة اللي بنمر بيها حاليا هي ليست الأصعب ولا الأسوأ لأن فيه فترات كانت أصعب وأسوأ من كده ولكن إيه اللي فرق زمان عن دلوقتي أو إيه اللي خلى الأهلي دايما بيبقى مختلف تماما عن كل الأندية إن لو الأهلي في توقيت ما أو في ظروف ما ظروف معاكسة أو نتائج ليست كل بيتمناها أو بيترقبها في الفترة الأخيرة محدش بيرم الفوطة ومحدش بيهمد أو بيتكلم بشكل سلب في كل شيء لا دايما جمهور النادي الأهلي هو السند والدعم لفريق النادي الأهلي دايما جمهور النادي الأهلي بيضرب المثل إن الفريق لما بيتعرض لكبوات الجمهور بيبقى لي الدور الأول والأساس والرئيسي إن الفريق اللي بيتعرض لكبوات ده يرجع بسرعة ويحقق انتصارات وبطولات أنا بقول لكم في فترة من الفترات حتى في بداية الألفية الجديدة من أول سنة 2000 لغاية 2022 على مدار 22 سنة في فترة من 2000 ل2004 وكانت في فترة من 2014 بعد الفوز بالكونفدراليل غاية 2019-2020 وصلت يمكن مرة واحدة نهاي دوري أبطال 2017 لكن على مدار 4-5 سنين ما كنتش بتوصل للمباراة نهائية وكانت في نتائج محلية ليست على المستوى لكن في نفس الوقت كان أهم شيء بيميز منظومة الأهلي هو جمهور النادي الأهلي فالحالة اللي أنا شايفة على السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة ومعنى أننا برنامج اسمه التريند فبالتأكيد مهتم جدا بكل البسطات أو التريندات اللي بتنزل على السوشيال ميديا أو حتى التغريدات اللي موجودة على تويتر مطلوب جدا من الجمهور أن يكون السند والدعم ويبقى حائط صد لأي شخص ممكن بيتكلم معاك من أكاونت غير صحيح أو بيصدر لك تغريدة غير سليمة أو بيكتب لك هاشتاج يعمل لك أزمة نفسية قبل الأزمة الفنية فمهم جدا جمهور النادي الأهلي اللي عودنا دايما أن في اللحظات اللي ممكن الفريق فيها ما بيحققاش بطولات الجمهور ده بيبقى هو أول داعم للفريق أنه يرجع بسرعة لتحيي البطولات والجمهور ده هو اللي بيفرق عن جمهور أي فرقة تانية يعني الناس بتقولك مثلا إيه كان الله عنكم ده فيه فرق ما بتحققش بطولات قرية مثلا آخر 20-30 سنة ومع ذلك جمهورها مستحمل ليه؟ لأن جمهور النادي الأهلي دعمه هنا وانت بتخسر بيبقى أهم جدا من دعمه وانت بتكسب فبيرجعك بسرعة لمنصة التتويج من جديد وبترجع من جديد للانتصارات والبطولات فهي رسالتي عايز أوصلها للجمهور الفترة الحالية دورك أهم دور في الفترة الحالية الوعي بشكل كبير جدا ليه؟ المساندة والدعم والدور الكبير جدا في الفترة الجاية أنك تحضر كل مباراة الأهلي بكسافة عشان تشجع الفريق ثم بعد ذلك الفريق بقى لما يحس أن الكل حواليه متكاتف وبيدعمه والروح المعنوية عالية صدقوني والله اللعبة من نفسها حتى لو فيه البعض مستوى قليل أو البعض ممكن يكون متخازل الفترة الجاية لازم يثبت أنه لازم يكون جزير بارتداء تيشيرت الأهلي وأنه يكمل بنفس العزيمة اللي موجود فيها الأهلي خلال الفترة اللي جاي اتعودنا على كده والتاريخ قال كده واسنين كتيرة وأجيال كتيرة مرت على الأهلي الجمهور بدعمه هو اللي قدر يفهمنا ويوصلنا رسالة أن الجيل ده هيكمل وينجح ويحقق بطولات وأن الجيل ده محتاج تغيير معين عشان نرجع تاني لمسيرة الانتصارات الفترة الجاية لأن التاريخ علمنا كده وقلنا كده خلال السنوات الأخيرة دي جزئية